امه انا ما اقعى التليفون محللنا الجميل الكبير الكابتن فاروق عفر كابتن فاروق مسائل فل و الف مبروك الله يبارك فيكم سبب خير يا بحمدتك حبيبي والهردة فرحة يعني عارمة طبعا طبعا لمصر والجميع المصر واللعيبة والاعلام طبعا والمنسيات الرئيس وكل كل كل الناس اللي تدافع وتقاتل على وضع مصر وتديهم الدوافع المعنوية والنفسية ودي كنا محتاجينها في الفرق اعتقد كابتن فاروق النهاردة احنا ظهرنا بشكلنا الحقيقي المنتخب مصر طبعا طبعا ويمكن كنت كان اخر مكلمة معك هتلاقي فرقة منظمة هتلاقي الفرقة تشجعك على اللعبة فرقة تخليك تكسل كده في اللعبة وما تبقاش في حالتك في فرقة تخليك منافسة تخليك تلعب وطلع اللي عندك تمام بتبقى منظمة زيك في الملعب بتقدي بشكل كويس عندهم ثلاثة اربع لعيبة انت عارفهم بتركض معهم هم عارفين لعبتك وبيحترموا لعبتك بيحترموا انهم في اي لحظة لو ما يكونوا منتظمين هم منضابطين يتغلبوا نهاردة كنت مباراة كويسة فيها كل عارفة مشتقات كرة القدم تتكلم عن نواحي البدنية نواحي الفنية نواحي المعنوية نواحي النفسية لو اتحاس ان اللاعبها كابتل فاروق مركزها جدا ومذاكرين يعني مقسمين مجهودهم صحة على مدار المائة وعشرين دقيقة يعني اعتقد ان اكثر حد النهاردة مبسوط زي ما احنا كلنا مبسوطين كده هو كروش يعني هو وانا كنت حتى قبل بحركة تدخل كنت بوجيه له التحية قلت زي ما انتقدنا بقوة الفترة اللي فاتت عشان يعدل من افكاره النهاردة استحق التحية بعد الاداء ده طبعا وكان كل اللعيبة النهاردة يعني كل اللعيبة النهاردة كنت رجالة اولا من اللي فاجأك النهاردة كابتل فاروق مستوي يعني تقلق لدرجة انك اتفاجئت بيه من النهاردة كان بلعب هو اللعيب المحواري طبعا كل اللعيبة وطبعا انا شفت النهاردة كل اللعيبة نجوم وخصوصا لو كلمت على حجازي كلمت على عمر عمر كمال يا كابتل فاروق ده رهيب فتوح طبعا اللي ناس كان بتقول ان عمر ده كان جاي ناجل زمالك مهاجم لكن لما راجل بلعب في اكثر بالمكان فده نجح مظبوط واللعيب اساسي واسبت جدارة جدا النهاردة تحس ان بلعب منتخب مصر يبقى لعشر سنين طبعا كل اللعيبة كل اللعيبة ما شاء الله وصف محمد النهاردة يا كابتل كان بيضحن في الديفنس بتاعهم مرموش النهاردة مرموش النهاردة افضل مباراة ليه تقريبا لعبها مرموش النهاردة وكان عارف لو هو يتعود على الجو ده تخلي بالك ان هو مهضوط شوية في حلات كتيرة اول يبلعب كان عنده هو حيث ان هو يحمي الكرة ويعمل زي رمضان صبح يعدي بالكرة من مدافع النهاردة كان بيكلم كرة بيتلم الكرة السهلة انت قلت كده المرة اللي فاتت لو لعب الكرة السهلة وتعاون شوية ما هيبقى حاجة تانية طبعا طبعا والوظائب بتاعة اللعيبة النهاردة كل اللعيبة عارف بيعمل ايه وانت مع الكرة تشتغل ازاي معكش الكرة تشتغل ازاي النهاردة تلعب ثلاث خطوط وضحين في الملعب تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة النهاردة اللي كان كويس قوي يعني برضك بايتكلم ازاي ما اتكلم على السهلة باتكلم على الحمد فاتح برضو النهاردةamicبتين اه كان مفاجئة كروش بالنسبة serious كان مفاجئة اللعيب بيقدي بشكل كويس جدا شوكر بيقدي في الحتة اللي هو راسل مسلس تحت الاتنين اللي في نص الملعب اللي هو راسل مسلس تلاثنين المساكين النهاردة محمد عبد المنعب بيقدي بشكل كويس جدا فاتوح كويس يعني كل اللعيبة كابتن عبد المنع ما انا اتفاجئت انه بيشوت بنالتي يعني السقة فيه لدرجة ان افماتش زي ده انت بتحطه في الخمسة اللي بيشوته اه ثقة ثقة جبيرة جدا في اللعيب لسه صغير ولسه بيشارك لأول مرة مع منتخب مصر وبيشارك كمان بالصدفة اصابت الوينش ما اخلي بالك ده جاي متقسمت ده يعني هو جاي من نادي جاي متقسمت ولعيب كويس لعيب مش عندهش الراه بقى لعيب عنده براءة بيقدم شكل كويس جدا 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 انا حتى التفكيم والتسلم بتاعه بشكل كويس ما بيضغط على اللعيبة فاهي على فكرة ان شاء الواحدة بينماكو كان في مطالف خصوة مزبوط مزبوط اللعيبة انا عجبني جدا نهارة اللعيبة بتقدم شكل كويس جدا النهاردة حجازي روحو عالية جدا جدا حجازي النهاردة كان بصراح قائد محترمة بقى والشكر وإحنا بقى عايز انه نبقى سنة بقى يعني احنا الفتر اللي جاية زي أنت يعني عامل جو قوي جدا أنت أنا بحب اللي بيعمل نشاط للعيبة ويعرفوني طبعا يا كابتن وإنت حتى لما بننتقد يا كابتن في موقف بننتقد للتصويب إحنا مش بننتقد للهدم إنت هدفك إنه إنك تفوق وإنت كنت عارك بتليك تعليقات أو أنا أو بعض الزملاء إنت عايز تقول لك يا روش إن الحتة دي غلط وده الهدف ولما لايه بصح النهاردة الفرقة حاجة تانية النهاردة اللعيبة كلها نهاردة شائلة مسئولية ماتش لعيبة النهاردة ماتش لعيبة بصراحة أما ليه النهاردة اللعيبة كل اللعيبة عارف مسؤوليات اللعيبة اللي بتاخد ضربة الجزاء وتروح تمس يعني أنا بتاهلي كل اللعيبة عايزة تشوف ضربة الجزاء كله عايزة تحمل مسئولية متحمل تقول لهم أخدين القرار ومهما رايح حارس المرمى قوة بكورة وخارجة يعني النهاردة مدراتها بضربة الجزاء آه والله بس بقولك ايه النهاردة جبل نجم اه ما طبعا 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 يعني يعني وانا عجبني الحوار بتاع ابو جبل بعد الماضي متكلم على عشل ناوي طبعا 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 قالك انا مستني يرجع انا لقيت النهاردة وهو بسرعة يرجع بسرعة وانا يعني هي دي الروح اللي بقى انت دي الروح صح 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 لو تفتكر يا كابتن فاروق احنا كنا بنقول برضو انا وانت انه الدور الاول ده بمثابة اعداد للمنتخب للادوار اللي جاية بالضبط فوضح ان ده اللي حصل حتى بالنسبة للراجل كان بيجرب حاجات برضو عدل عنها في اللفت ما اعرفش الكرة الافراكية او اخر حاجة كان مش تغل يمكن في الكرة المثل الكرة مثل الكرة مثل في عاسية بالضبط بالضبط الكرة ممكن يبقى فيها فنيات اكثر لكن مفيش الكوة والسرعة والاستزام والانضباط والضغط والحيطة مش عايز اقول الشجاعة في الاداء هو عاش ثلاث مرشات اللي اولين عملوا له لكن بعد كده هو العيبة كان مقتنعة يعني العيبة مقتنعة طالما بتقدي شغل المدرب يطلبه منك وبينظم لك اداعك في الملعب وبيعمل محاول حواليك ان هي تساعدك يبقى انت خلاص مقتنع بالراجل فانت هتيجي اللحظة اللي هتقدر تقدي شكل كويس جدا يبقى الراجل مبسوط منك ومقتنع بك انا عجبني جدا الحوار بتاع العيبة بتاع ضربات الجزاء يعني برضك محمد صلاح ليه دور اساس النهاردة كابتن اول مرة حس ان محمد صلاح كابتن بجد في الملعب بالضبط وخصوصا ده في لحظة ضربات الجزاء ناشي الواحد واحد راح قال له حتشوت 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 يعني سلة اللعيبة كلها الثقة الثقة ويمكن انا ويمكن احنا بنتفرج على النطش قولت صلاح يشوت اخر واحد ودي العرف بقى ده الاحتراف اللعيبة اللي بشوت لك في الاثناء المباراة اللي بشوت لك في الترجيح اللي الترجيح ده ممكن بيبقى الضغط عليه اكثر من المهم طبعا واخر واحد ده بيبقى يعني الضغط اعلى واعلى هو بقى صلاح اخر واحد اللي هو كابتال اللي انت تجيبها كسبت ما جاد شي مكمل مشكلة اه مش ضبط بس هو بعد يتعامل مع اللعيبة اللعيبة عارسة ان صلاح ما بدأش بعد كده ممكن يبقى حد احنا اول ما جبنا الرابعة يا كابتال قلت كسبنا يعني انا عارف ان صلاح الخامسة يعني قلت خلاص احنا كسبنا من ثقة بصلاح وكل اللعيبة شاتك 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 الكرة وكل كل كرة بقوة يعني استعملت الكوة وده وده حل حل يعني ما تتجهش لو انت المطش شغال تتجه للحصنة هو حسنة كويت لكن ده ما فيش غير توقع أنا حسود عايزة جيد جول يعني وخ القرار